والأسوأ من هذا كله أن هذا الاتفاق يسمح لإيران لتطوير سلاحها النووي وفي غضون سنوات قليلة عندما تنتهي هذه القيود يمكن أن تنشر إيران بسرعة كبيرة هذه الأسلحة النووية إلى أي مكان آخر وبعبارة أخرى يمكن أن يكون هناك تفتيش وتبادل لأكثر من فترة زمنية قصيرة وتأخير لمنع إيران لامتلاك الأسلحة ما هو الغرض من الاتفاق أنه يؤجل قدرات إيران لفترة زمنية محدودة هذا وبالصفة كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير مقبول وارفوض تماما لابد أن نفكر في فترة مائة عام وليست فترات قليلة وفي نفس الصدد فإن هذا الاتفاق بالنسبة لنا أن كافة الأموال التي دفعت مقدما والتي سمعنا عنها بدلا من إنهال الدفاق والذي أظهر أنه يتلعب بالقواعد الذي تم تم ولهذا نحن هنا وصلنا إلى هذا الوضع النظام الإيراني ارتكب العديد من الخروقات لهذه الاتفاق على سبيل المثال في مناسبتين مختلفين قاموا بتخطو الحدود لـ 31 مليون طن للمياه الثقيلة وأيضا فشلت في الإفاء بتوقعاتنا في عملية التشغيل لنظام طرد مركزه متقدم النظام الإيراني أيضا يقوم بإرهاب المفاتيشين الدوليين وتقويضهم في عدم القيام بكافة المهام المولات إليهم وأيضا يقولون أيضا أننا لن نسمح للمفاتيشين الدوليين بزيارة المواقع حتى لو كانت هناك تفتيش من قبل الجهات الدولية لمثل هذه المواقع فإن إيران سوف تستمر في تطوير سلاحها النووي نحن كما نتفاعل تماما وتفاعل مع أزمة كوريا الشمالية سوف نتعامل مع إيران وسوف نعمل على إيقاف عملية التمويل وبنفس هذا الأمر لابد أن يسهم هذا الاتفاق لابد أن يسهم في إحداث الأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي ولكن مع ذلك ومع التزامنا بموجب هذا الاتفاق فإن النظام الإيراني يستمر في إصارة النزاعات وفي إصارة النزاع في منطقة الشرق الأوسط وما يتعدها وإيران لم تتماشى مع روح الاتفاق ولم تلتزم بروح الاتفاق ولذلك أقول هناك الآن إقرار من جانبنا وبعد مشاورات مكثفة مع حلفاؤنا أنا أعلن استراتيجية جديدة لمعالجة الاتفاق النووي والإجراءات المدمرة التي تقوم بها لقد قمنا بما حلفائنا بالتنسيق لتقويض النظام الإيراني الذي يسعى إلى عدم استقرار المنطقة ثانياً سوف نضيف ونضع حظر جديد على هذا النظام من الناحية المالية ثالثاً سوف نعالج أيضاً مشكلة انتشار الأسلحة النووية من خلال اتخاذ إجراءات وفي النهاية فإننا سوف نحرم هذا النظام كافة الطرق للحصول على الأسلحة النووية واليوم أعلن اليوم خطوات وإجراءات تتخذها الإدارة من خلال هذه الاستراتيجية إن تنفيذي الاستراتيجية بدأت بخطوات مسبقة وفرض عقوبات اقتصادية على دولة إيران وعلى الحرس الجمهوري الإيراني والذين قاموا بخطف الاقتصاد الإيراني لخدمة الأجندة الخاصة به هذا يشمل أيضاً توريد الأسلحة إلى النظام السوري والتي أدت إلى قتل عدد كبير من المدنيين وأيضاً قصف مواقع كثيرة وأيضاً تهديد العاصمة الأمريكية نحن نطالب بالمزيد من العقوبات الاقتصادية على الحرس الثوري الإيراني وأيضاً فرض حزر على المسؤولين ونحن سوف نتخذ إجراءات قوية لإيقاف إيران ومنع إيران من تطوير سلاحها النووي نحن أيضاً سوف نستهدف السوريخ الباليستية الخاصة بالنظام التي تساعد في إحداث قلاق وعدم استقرار المنطقة منذ توقيع هذا الاتفاق فأن النظام وبطريقة خطيرة قام بتصعيد الهجوم والعدوان وأيضاً يستمر في تطوير الأسلحة ولقد دخلت إيران بعقود اقتصادية مربحة مع أطراف أخرى من جرائي هذا الاتفاق في عام 2015 وأيضاً لقد وقعت هذا الاتفاق من أجل مصلحته ومن ضمن شروط أخرى هذا يطلب من الرئيس أو من يعينه أن يشهد بتعليق الحظر بموجب الاتفاق هو مناسب ومتكافئ لقياس إجراءات أخرى اتخذتها إيران لتحديد أن هذا الاتفاق غير مدر وبناءً على الحقائق التي أضعها أماكم أعلن لكم اليوم أننا لا يمكن ولن يمكن أن نعطي هذه الشهادة ولن نستمر حتى نستمر ونحن نعلم أن هناك نتائج حتمية مؤكدة بأن إيران سوف تطور نظامها النووي لذلك فقد أعلنت وأعلنته للدول الحلفاء وللكونجرس الأمريكو بأن النظام الإيراني لا يمكن أن يمثل تهديداً للعالم باستخدام الأسلاح النووي وهذا يشمل أننا لابد من مراجعة هذا الاتفاق وأن نقوم بإزالة بعض القيود الخاصة بهذا الاتفاق النووي إن العيوب والأخطاء الموجودة في الاتفاق وعدم التنفيذ والتي وصلت إلى الصمت كامل عن برنامج السواريخ الإيراني وقد بدأ الكونجرس في عمله لمواجهة هذه المشكلة وأيضاً نحن الآن نعمل على إيجاد وسياغة تشريع لمنع إيران من تطويري وهذا الأمر مهم تطوير سواريخ عابرة للقارات وأيضاً وضع قيود على كافة الأنشطة الإيرانية بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر في غاية الأمم يعني أنني أدعم هذه المبادرة ومع ذلك وفي حالة عدم الوصول إلى حل من خلال العمل مع الكونجرس والحلفاء فإن هذا الاتفاق سوف يتم إنهاءه وإلغاءه إنه نحن نقوم بعملية تقييم مستمر ويمكن أقوم أنا بصفتي كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإنهي هذا الاتفاق في أي وقت وكما رأينا في كوريا الشمالي وكلما كان هناك تهديد أطول كلما أصبح الوضع أكثر سوءاً ولهذا السبب فلقد صممنا أن إيران الراعية للإرهاب لن تحصل على الأسلحة النووية وبهذه الجود فإننا نقف بالتضامن ضد ما تقوم مع الضحايا وما الشعب الإيراني والمواطنين الإيراني لقد دفعوا ثمناً ثقيلاً بالسبب التطرف الإيراني والعنف الإيراني نحن أن الشعب الإيراني يريد أن يستعيد حريته وثقافته وحضارته وتعاونه مع الدول المجاورة نحن نتمنى أن هذه الإجراءات سوف تكون ضد الدكتاتورية الإيرانية نحن سوف نقوم بمراجعة هذه الاتفاق نحن نتمنى أن إجراءتنا اليوم سوف تساعد في إحداث مستقبل السلام وإزدهار ورخاء المنطقة الشرق الأوسط وأيضاً أن تكون الدول المستقلة تحترم بعضها البعض وتحترم واطنها نحن أيضاً نضع الأطفال الإيرانيين والأمريكيين المسلمين واليهود بأن يكون لهم مستقبل بعيداً عن الكراهية والإرهاب وحتى أن يأتي هذا اليوم سوف نقوم بما هو مطلوب للحفاظ على أمن أمريكا